مرحباً بالجميع، لقاؤنا يتجدد مرة أخرى لتقديم درس جديد من دروس مادة اللغة العربية موجه للمستوى السادس ويندرج في إطار مكون التراكب. هذا الدرس من الضروف المقررة بالوحدة السابعة الأسبوعي الثاني عنوانه المستثنى بغير وسوى. لاستعاب هذا الدرس ومسايرته لابد أن نكون قد ضبطنا درساً سابقاً وهو المستثنى بإلا. أهداف هذا الدرس أن أتعرف المستثنى بغير وسوى وأحكامه، أن أميز وأستثمر المستثنى بغير وسوى، أن أعرب جملاً تتضمن المستثنى بغير وسوى. كتذكير ضروري تعرفنا في الحصة الماضية المستثنى بإلا. إذن لنشكل المستثنى بالجمل التالية. حضر جميع المشاركين إلا. هل سنقول سمير؟ سمير أو سميراً؟ نعم، سنقول سميراً لأن جملتنا مثبتة والمستثنى منه هنا مذكور. المشاركين ما ميزت من الأفعال المجردة إلا ثلاثة، ثلاثة أو ثلاثة. أكيد بما أن جملتنا منفية والمستثنى من هنا مذكور، فنحن أمام خيارين. يا إما أن ننصبه ويعرب مستثنى المنصوب، أو سيكون بدلاً تابعاً للمستثنى منه هنا الأفعال، وسيصبح مجروراً. إذن إما ستصير الجملة ما ميزت من الأفعال المجردة إلا ثلاثة، أو ما ميزت من الأفعال المجردة إلا ثلاثة. ما فاز بالصباق إلا السريع، السريع أو السريع. كيف هي الجملة؟ نعم، الجملة منفية. هل ذكر هنا المستثنى منه؟ بالطبع، لم يذكر. إذن هنا أمام خيار وحيد، وهو أن يعرب حسب موقعه في الجملة. وهنا جاء فاعلاً، والفاعل يأتي مرفوع. إذن جملتنا ستصبح ما فاز بالصباق إلا السريع. لنراحظ الجملة. أحضر التلميذ جميع الأدوات ولم يحضر المسطرة. يمكننا أن نستعمل أسلوب الاستثناء هنا، وستصبح الجملة كالتالي. أحضر التلميذ جميع الأدوات إلا المسطرة. نعم، استعملنا الأدات إلا للاستثناء. ألا يمكننا تعويض الأدات إلا بأدات أخرى؟ بلى، يمكننا ذلك باستعمال الاسمين غير وسوى. يمكننا أن نقول أحضر التلميذ جميع الأدوات غير المسطرة. إذن لنلاحظ الجدول التالي كي نكتشف ما يحمله من قواعد. أنجزت العمليات غير واحدة. هنا المستثنى من العمليات. أداة الاستثناء غير والمستثنى واحدة. ما وصل من الضيوف غير عمار. إذن المستثنى من هنا الضيوف. أداة الاستثناء غير والمستثنى عمار. نفس الجملة مع تغيير طفيف. ما وصل من الضيوف غير عمار. المستثنى من الضيوف. أداة الاستثناء غيري والمستثنى عمار. ما وصل غير عمار. المستثنى هنا منه غير مذكور. أداة الاستثناء غير المستثنى عمار. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المستثنى هنا دائما ما يأتي مجرورا. والتغيير فهو يطرأ على الأدات غير. فقد جاءت منصوبة في الجملة الأولى والثانية. وجاءت مجرورة في الجملة الثالثة. وجاءت مرفوعة في الجملة الرابعة. إذن سنستنتج ما يليه. غير وسوى من أدوات الاستثناء وينطبق عليها ما ينطبق على المستثنى بإلا. أي تعرب غير وسوى مستثنى منصوبا إذا كانت الجملة مثبتة والمستثنى منه مذكور. مستثنى منصوبا أو بدلا تابعا للمستثنى منه إذا كانت الجملة منفية والمستثنى منه مذكور. أو حسب موقعها في الجملة إذا كانت الجملة منفية والمستثنى منه غير مذكور. نعم. لنرى نموذجا للإعراب من أجل الاستئناس جملتنا لم يفز بالمصابقة سوى السريع. لم فهي أداة نفي وجزم وقلب. يفز فهو فعل مضارع مجزوم بلم بالمصابقة هنا لدينا كلمتان بحرف جر المصابقة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذا ماذا ستعرف سوى هنا؟ جملتنا منفية والمستثنى منه غير مذكور. إذن هنا ستعرف سوى حسب موقعها في الجملة وهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. المانع من ظهورها التعذر. إذن كلمة سوى فيتنتهي بألف مقصورة. ولا يمكن أن تظهر الضمة فوق الألف. وهو مضاف السريعي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. لو بدلنا سوى هنا بغير ستصبح الجملة لم يفز بالمصابقة غير السريعي. إذن هنا في غير ستظهر الضمة. لتتأكد من مدى استعابك للدرس المرجو أن تقوم بإنجاز هاته الوضعية. طلبت منك الأستاذة مساعدة زميلك على تصحيح أخطائه في الإنجاز الذي كان كالتالي. إذن لاحظ إنجاز صديقك واكتشف الأخطاء وقم بتصحيحها. الجملة هي ما حفظت من الصور المقررة غير القلم. إذن هنا كان مطلوبا من صديقك أن يعرب كلمة غير أو سوى. فكان جوابه أنها بدل تابع. هل توافقه الرأي؟ لاحظ الجملة. كيف هي؟ نعم جملتنا من فيا. هل ذكر هنا المستثنى منه؟ أكيد فهو مذكور الصوري. إذن هنا نحن أمام حالتين. إما ستعرب غير مستثنى المنصوب أو ستكون بدل. هل هي بدل؟ نعلم أن البدل يتبع المستثنى منه. له هنا الصوري. إذن الصوري جاءت مجرورة. غير جاءت منصوبة. إذن سنستبعد جوابه أن تكون بدل. والجواب الصحيح هو مستثنى منصوب. كان جواب صديقك على السؤال الثاني بالجملة الثانية فقد أعرب سوى مستثنى منصوب. هل جوابه صحيح؟ كيف سنحدد ذلك؟ إذن الجملة هنا فهي منفية والمستثنى منه غير مذكور. إذن هنا سوى ستعرب حسب موقعها في الجملة وقد جاءت هنا فاعلاً مرفوعاً. إذن لتكون إنجازات صديقك صحيحة كان عليه أن يحصل على هذه النتيجة. أشكرك عزيزة التلميذة على حسن المتابعة. وإلى لقاء قريب إن شاء الله. ترجمة نانسي قنقر